وضعت السلطات الكندية حكومات إيران وصين وروسيا وكوريا الشمالية على قائمة التهديدات الرئيسة للجرائم الإلكترونية معربة عن مخاوفها من تعرضها لهجمات قد تعطل إمدادات الطاقة وفي تقرير لوكالة الاستخبارات الكندية اتهمت أربع دول بالوقوف وراء هجمات إلكترونية واسعة النطاق تستهدف الحكومة الكندية ودوائر عامة والشركات واعتبر التقرير أن برامج الدول الأربعة شكلت تهديدا استراتيجيا هو الأكبر لكندا